السلام عليكم أهلا بكم إلى موجز الإخباري إليكم العنوين مقتل ستة مسافرين وجرح 22 أخرين في حدث استدام حافلة لنقل المسافرين بالمشرية في أشانية السياسية المادة الرابعة والسبعين من تعديل الدستور تشكل الاختلاف في مواقفها السياسيين كانت تلكم العنوين إليكم التفاصيل قتل ستة أشخاص وأصيب 22 أخرين في حدث سير وقع في مدينة المشرية بين حافلة لنقل المسافرين الجزائر العاصمة وولاية بشار هذا وأكدت مصالح والحماية المدنية بأن هذه الحاصلة أولية هذا وسنوافقكم بتفاصيل الحادث خلال مواجزنا الإخبارية القادمة إلى شأن اقتصادي الآن حيث يشهد قطع ونسيج في الجزائر حالة من الركود ما دفع بالمستثمرين إلى استيراد أقمشة من الخارج وهو ما ينعكس سلبا على الانتاج المحلي ناسم الوافية من المفترض أن يكون قطع النسيج أهم الاستثمارات الانتاجية لأي بلد كان غير أن الواقع يظهر عكس ذلك في الجزائر حيث يلجأ العديد من أصحاب ورشة الخياطة إلى استيراد النسيج بسبب النقص الفادحي للمادة الأولية في داية القماش يستوردوا القماش من الخارج هنا لدينا صعوبات شوية في القماش دولتنا غنية نقدروا نديروا قماشنا للحد الآن في خبرة 26 سنة خبرة ما صبت قماش جزائري لنقدر نخدم به تشجيع الإنتاج المحلي وكل ما يطالب به أصحاب الورشات في ظل غلاء القماش المستورد الذي لا يتميز بالجودة والنوعية المطلوبتين أرى أني اكتشفت حاجة يقول لك حر كي نخدم به نخدم به حول يعني أني ما نشوف شعني في القماش عندنا أباق سوزديني نخدم به البرعنص عندنا نقص كبير في هذا المنتوج مضابين بلادنا يكون عندنا دي تي سي بيش يكونوا موان شاخ الغياب الشبه الثام للناسيج الوطني في الأسواق المحلية رغم الميزانية الكبيرة التي تصخرها الحكومة لهذا القطاع يطرح العديد من التساؤلات إلى شأن الناس السياسية الآن حيث وطفت إلى سطح قضية تعديل الدستور بعدما شكل انسحاب بعض الحزبية السياسية نزيفا من أقطاب المعارضة والتي تكتلت من أجل مقاطعة المشاورات عدل زيدية شكل تعديل الدستور مادة دسمة لمختلف الفاعلين في الساحة السياسية سواء تعلق الأمر بأحزاب الموالات أو المعارضة فقبيل انطلاق المشاورات التي يقودها أحمد أيحيا تباينت الآراء بين مشارك أو مقاطع وهناك من وصف موقف الرافضين للمشاورات بغير المدروس سمننا أنه لكل المعارضة توافقت على الحوار والمشاورات وتوافقت على دستور توافقي بشكل حقيقي هل مش حابين نضيع فرصة ومش حابين السلطة الضيحة ولا الأحزاب ضيع فرصة الوصول إلى التوافق ولذلك أنا طالبت الأحزاب حتى إذا رفضت المشاركة في المشاورات أن تعلق على موقفها برز أقطاب للمعارضة وإصرارها على عدم المشاركة في مسودة الدستور على شاكلة تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير دفعت ببعض التشكيلات إلى الانسحاب بمنطق عدم تفويت الفرصة الآن نحن مثلا كحزب العدل والبيان لما قلنا بالاستراتيجية حزب العدل والبيان هي عدم المقاطعة إلا في الحالات الاستثنائية وفي ظروف شادة يعني لتم نقدر نقاطعه الآن نحن مدام هذه الحالات المشواردة لماذا نقاطعه؟ لأنه جابت المقاطعة أنا لم أردتها أنها خدمت لا معارضة ولا شعر وإذا كانت المقاطعة لمشاورات السلطة يرى فيها البعض أنها ألحقت ضربة بمشروع الرئيس فإن المشاركة ترى فيها التشكيلات السياسية البديل الحقيقي وأعتقد أن في شأن السياسي دائما يبدو بأن المدى الرابعة والسبعين من تعديل دستور في الوثيقة الأولية قد شكلت تباينا في أرائي سياسيين حول مدة العهدة الرئاسية محمود حمر أعدة تالية قبل أيام قليل على لقاء أحمد أويحيى بالأطرف الفاعلة في الساحة السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية من أجل إثراء مسودة الدستور المطرح للنقاش لا تزال عدة اقتراحات محل اختلاف فالمادة الأربعة والسبعين من الدستور والتي ظلت محل جدل وحسب الوثيقة الأولية تضمن تحديد عهدة الرئيس في الدستور القادم بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة زعيمة حزب العمال وزحنون طالبت بفتح العهدات مقترح إدراج مبدأ استفتاء لعزل الرئيس في التعديل الدستوري المقبل أما عبد المجيد من أسرة رئيس جبهة التغيير فأبدى موافقته على تحديد العهدات موسى تواتي رئيس حزب الأفن أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة اقترح عهدتين في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان أكدت على ضرورة المحافظة على هذا المقترح وإدراجه ضمن مواد الحضر كما دعت إلى تفعيل مادة التدول على السلطة فيما اقترح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تحسبا لمشاورات أويحيا لرفع مقترح المادة الرابعة والسبعين بتمديد فترة العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات تباين في وجهات النظر بالنسبة لأحزاب المعارضة حول المادة الرابعة والسبعين في انتظار الوثيقة النهائية بعد المشاورات نظمت بلدية ود قريش خرج ميدانيا لصالح 130 تلميذا مقبل على امتحان السنة الخامسة ابتدائي إلى القرية الإفريقية بسيدي فرج بيا العاصمة ضم التأخصائيين في علم النفس تفاصيل مع رادية بن هباجة هم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ينتظرهم امتحان مصيري بعد أيام قليلة هم هنا بالقرية الإفريقية لسيدي فرج للتخلص من توطر الامتحانات نحاول نحضرهم لهذه الامتحانات لكي نبينونهم بهذه الامتحانات ما هي امتحانات صعبة هي مجرد امتحانات كما ما فين يديروهم خرجة في أحضان الطبيعة شارك فيها خبراء النفسانيون بالإضافة للكشافة الإسلامية هدرنا لهم بالأسلوب اللي يقدر التلميذ يستوعبوا الحاجة الأولى ركزنا على الحمية الغذائية اللي يتبعوها قبل أيام قبل الامتحان مثلا يكلوا الأغذية الطاقوية هي ألعاب ترفيهية الهدف تحال الرئيسي أنه تخفف على الولد وتخليه يسولاجه وينقص الدخل عليه تبدي رأس الأطفال استمتعوا بأوقاتهم من خلال الألعاب المنظمة أجب أنه مدر طبيعي لكلون فيها مناطر طبيعية وفيها الأشجار فيها الألعاب إذن كان يوما للتخلص من التوتر في أحضان الطبيعة تحضيرا ليوم الأربعاء المقبل يوم الامتحان المنتظر إلى شأن دولي الآن حيث أكد وزير الدخلية الفرنسي بيرنا كازانوف أكد بأن شقيقة محمد مراح تتواجد بسوريا للقتل وظف ذاته المتحدثة بأن تأكيداته مبنية على كيفية صفر سعاد مراح إلى سوريا للقتل سعاد مراح أخذ الطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تربط بين برشلونة وإسطنبول يوم 9 ماي وهناك شكوك حول تواجدها بسوريا النيابة فتحت تحقيقا أوليا حول مغادرتها للبلاد ومع رجوعها لا بد أن تدلي بأقوالها حول أسباب مغادرتها هددت العديد من القيادات العسكرية الفرنسية الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند بالإستقالة من مناصبهم وهذا بعد ورود معلومات عن اقتطاع في ميزانية الدفاع في الخارج كريم عليلوش والتفاصيل كشفت جريدة الفيغاروة الفرنسية عن رسالة الوزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودغيان بعثها لرئيس الحكومة مانويل فالس عبر فيها عن قلقه من إمكانية فرض اقتطاعات جديدة من ميزانية الدفاع وتأثيرها السلب على سير العملية العسكرية التي يشارك فيها الجيش الفرنسي في الخارجي وخاصة بالقارة الإفريقية هذا الشعور عبرت عنه كذلك العديد من القيادات العسكرية الفرنسية حيث هددت بالاستقالة من منصبها في حال فرض تلك الاقتطاعات الحكومة الفرنسية أعلنت عن خطة للدخار 50 مليار أورو بين سنتي 2015 و2017 18 مليار أورو منها تقتطع من نفقة الحكومة كما قام الجيش الفرنسي بإلغاء 34 ألف وظيفة كانت مبرمجة على مدى 6 سنوات القادمة وإلغاء العديد من الأفواج العسكرية وبالتالي عدم وإمكانية وفاء باريس بالتزاماتها العسكرية في الخارجي على حد تعبير جون إيف لودغيان نزيل الإليزي القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية قام في أقل من سنة بإرسال ألف الجنود الفرنسيين إلى كل من مال وإفريقيا الوسطى وهو ما تطلب صرف الملايين مع ميزانية سنوية تقدر بأزياد من 30 مليار أورو الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها فرنسا عجلت بمراجعة نزيل الإليزي لحساباته السياسية فلكيا الآن حيث رصدت جمعيات ابن هيثم للعلوم والفلك بأنه ستجهد أمسية اليوم الجمعة وصباح الغد الصبت ظاهر فلكي همى والمتمثلة في عاصفة شهب أي الصخر والتنقل في الفضاء الشيء الذي يجعلها غير عادية وهو العدد الكثيف للشهب الموجودة في هذه العصفة وهي الأهمة التي سيتم مشاهدتها منذ ما يقارب 200 سنة ورصد ذاته المصدر بأن أكبر عدد من الشهب سيسقط على الأرض يوم الغد ما بين الساعة السادسة وثمينة صباحا بتوقيت جرينيج وسيمكن مشاهدتها بطريقة جيدة في شمال القرى الأمريكية وبهذا مشاهدنا نختم المجاز السلام عليكم